في وقت احتفى فيه العالم بيوم المياه ضمن حراك دولي لاتخاذ إجراءات تعزز الأمن المائي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي تجدد تأكيدها بأن العراق هو أحد البلدان الأكثر تأثرا بتغيير المناخ والجفاف وشح المياه مشددة على وجوب وضع خطط عاجلة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتدويرها وتقليل أثارها البيئية سعيا لتوفير المياه إعادة التدوير لتعزيز الأمن المائي في العراق المعرض للمخاطر المناخية جاء بعد التأكيد الأممي على أن أمدادات المياه أقل بكثير من الاحتياجات الفعالية في العراق ما يمثل أعلان حالة الطوارئ بسبب التغيير المناخي وانخفاض مصويات الأنهار الرئيسة دجلة والفرات في السنوات الأخيرة وسط تقديرات أممية بأن العراق سيكون لديه القدرة على تلبية 15% فقط من احتياجاته من المياه بحلول 2025 بعثة الأمم المتحدة في العراقيون ميأكدت أن 90% من أنهار العراق ملوثة وأن 7 ملايين إنسان حاليا يعانون من تضاؤل القدرة على الوصول إلى المياه وهما يمثل مضاعفة كبيرة للتهديدات التي تدفع العائلات إلى مغادرة أراضيها والانتقال إلى المدن المزدحمة أصلاً ما يهدد استقرار البلاد تفاقم أزمة المياه فالعراق خلال السنوات الماضية جاء بسبب الفشل الحكومي وغياب الإرادات السياسية لعقود طويلة فضلاً عن سوء إدارة ملف المياه والاستفادة من سول الأمطار مع تراجع الإمدادات من دول المنبع وهي عوامل كلها أدت إلى تدهور الأمن المائي في بلدنا باتت تصحر سمة سائدة لمعظم أراضيه